كيف تكون مميزاً عند الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك؟ كيف تكون مميزاً عند الله في رمضان وفي غير رمضان؟ بالإقبال عن الله بالطاعة وصل في هذا الشهر المبارك كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول كل عملي بني آدم له إلا الصوم يقول الله عز وجل ربه ولك يقول كل عملي بني آدم له الحسنة سبع عشر أمسارها إلا سبعين مئات يضعف إلا أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أسيب كدير واحد حسنة عندك عشرات الحسنات تال مئات حسنة تال أضعاف مضاعفة الصوم كي عرفت واحد الجزاء ديله لأنه أنا كما كنقوله إحنا دبنا نقعد معك أنا كنقولك أنا صعيب ولكن دخلوا سدعلي بابا نفترض نحن ما نعرفه فالصوم قد يبينكوا بين الله يعني في هالإخلاص في هالإخلاص فهذا الشهر ده كانت تربوا على الإخلاص الشيء الكلام اللي كيدور ده بحول العقيدة والعقيدة وسلامة العقيدة سلامت العقيدة في قضية واحدة الإخلاص لله فعبودي الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص تكون قصد لما ديك الله تبارك وتعالى مني تكون قصد الله تبارك وتعالى وكتستحضر الله تبارك وتعالى أنا كتبا عادي عن كل ما يغضب الله كتبا عادي عن كل ما يغضب الله فتحل الحلالة وتحرم الحرام ورمضان كي علمنا أننا نقبل على الله هذا شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن السنة دياله في إكلام جاءكم المطهر في علم كانت تعرف رمضان كانت نقعه الإنسان كيت كيتحكم في شابة دلو فإذا بغيته تكون مميزا عند الله تبارك وتعالى أقبل على الله بالصيام بالصيام وبالقيام وبالعطاء جود والكرام وبقراءة القرآن الصيام والقيام صلاة الترويح والصيام والقيام وقراءة القرآن لأن رمضان شهر القرآن يعني كنت كتدير سلكة في الشارع أدير جود سلكات بمعنى كنت كتقراء جود الحزاب في النهار هذا ويرد يومي وأتقول لي تقراء خمسات الحزاب في النهار كنت كتتفرغ بعد سالة العصر نجيب وضيورنا تقدينا جينا قاعدنا كنت صنو المغرب نهزد المصحاب قراءة جود الحزاب ولا ثلاثة وأنا قاعد نفطر أنا أفطرت قاعدت مع وليداتي شناشة شوية تليفيزيون قبل العشاة جيت قبل الأدنة للعشاة المكان اللي غنصلي فيه العشاة أنا وولداتي ولا نهزد المصحاب قراءة واحد الحزب خل هاتلاثة الحزاب أصلي العشاة أصلي الترويح في دل هات الظروف حالها اللي كان عيشو أصليه في ديورنا الظروف دي الكوفيد من ينسى لي أصلي العشاة أصلي الترويح عشرة دا الركعات بدك أشيلك نحفظ فاتحة والسورة ولو غيب الفاتحة وقلوا والله أحد المهم عشرة دا الركعات وخلصوا فيها لله وخلصوا فيها لله عقلي مع الله كنصلي لله الحمد لله ربعون قلوا والله أحد هاتشيلك نحفظ مجيب تدروي نشد المصحاب لا وطلب منك القيام أي تصلي صلاة القيام ليها صلاة تراويح وتسمى الترويحة ومن يد الثاني كنت أدعي الله تبارك وتعالى وتنزل المصحاب قرح يزب خر وللجوز عشان أنت قريتك خمسة الحزاب لا 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 نيهائيا لا 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 تعتارش بالصيام وكتعوى عندك وانت حر ومرت الحرية ديلك في دارك والدلق من حقها من الواجب ديلا أنت حافظ على الشعور العام هذا دير الدين هذا هذا الشعور الديني ما تجرحش عباد الله أنا قلت لك كان اليهود المغاربة كيقولوا الولاد وما ديشنا سمعتون من واحد اليهودي متقف كبير كيقول هذا الكلام في حوار متقف كبير كبير فنان كبير ومتقف كبير كيقول كانوا والدينا كيقولوا لنا ما تاكلوش في الزلقاء لأن المسلمين شهر رمضان شهر الصيام هذا هو الرقي هذا هو السلوك الحضاري هذه الحرية هذه الحرية انت حر كتتحكم في النفس ديلك يعني في نكشي اللي بغى لك نفسك قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة